موسيقى أصدقائي المشاهدين أهلا نسلم بكم تكلمنا الحلقة اللي فاتت عن أنواع الأصوات البشرية الأساسية النهاردة هنقول الأنواع الفرعية سأبل ما نقول الأنواع الفرعية فيه جات لأسئلة عن أنواع الأصوات الأساسية ويقول طب أنا صوتي باص ما قدرش أجيب جاوبات عليها واحد تاني يقول أنا صوتي تينور ما قدرش أجيب إلا جاوبات ما قدرش أقول القرار كلام ده مش صحية معك نوع الصوت بيختلف اختلاف تام عن مساحة الصوت أنا مساحة صوتي أنا نوع صوتي باص ولكن مساحة صوتي اللي هي عدد الدراجات اللي أقدر أقولها كبيرة فأنا بالتالي هقدر أجيب جاوبات وبرضو بتاع التينور يقدر يجيب قرارات غليظة لو هو مساحة صوته كبيرة فمنبلاش نربط نوع الصوت بمساحة الصوت هنتكلم عن مساحة الصوت باستفادة قدام في سؤال كمان بيتسئلني هو ازاي حددت نوع الصوت نوع الصوت بيتحدد حسب الصوت اللي انت بتتكلم به الصوت العادي بتاعك اللي انت بتكلم دلوقتي بطبقة حادة اذا صوت يتينور واحد تاني هو بتتكلم بصوته هاااااااااااااا بيتكلم كده الناس دي بيبقى صوتها باس فلازم نبقى اعرفين ازاي نميز بين الاسوات حلقة النهاردة عن الاسوات البشرية الفرعية برضو رجالي ونسائي هنبدأ بالرجالي من الحد للغنيزة احد الاسوات الرجالية كاونتر تينور كاونتر تينور ده أعلى صوت رجالي يليه على طول الصوت التينور الأقل حدة يليه البريتون يليه البريتون ده الصوت الوسط الرجالي يليه البريتون الباس بريتون ده أغلص شوية من البريتون وأقل غنصة من الباس آخر نوع من الأنواع الرجالية النوع الباس أما بالنسبة للأصوات البشرية النسائية الأصلية والفرعية منها أحد طبقة نسائية اسمها سوبرانا اللي هي الصوت الحاد النسائي الصوت الأوبرالي الطبقة اللي تليها حدة اسمها ميزو سوبرانا أو ميزو سوبرانا الطبقة اللي بعد كده اسمها كاونتر آلتو وده الطبقة النسائية المتوسطة تليها الطبقة النسائية الغليظة وتسمى آلتو طب لو عايزين نلخص الحلقة كلها في دقيقة واحدة الأصوات البشرية الرجالية خمس أصوات كاونتر تينور تينور باريتون باس باريتون باس الأصوات النسائية أربعة سوبرانو ميزو سوبرانو كاونتر ألتو ألتو طيب لو عايزين نرتب الأصوات البشرية عموما سواء النسائية أو رجالية من الأعلى حدة إلى الأقل غلظة أعلىهم حدة سوبرانو يليه الميزو سوبرانو يليه التينور يليه التينور يليه الباريتون يليه الباس باريتون يليه الباس تسع أصوات بشرية أساسية وفرعية كده تقولنا الأصوات البشرية كلها الحلقة الجاية إن شاء الله هنتكلم عن تأسيم الأصوات البشرية المناطق الموجودة في كل سوق بشري تابعونا شكرا اشتركوا في القناة